مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة المطبخ المغربي مع صفا إن شاء الله وصفة اليوم غدي تكون عبارة عن كريب مالح كي يجي غزال وناجح 100% إن شاء الله غدي تجربوا وغتعجبكم النتيجة بالنسبة للمقادير غدي نحتاجه نصف لتر من الحليب البارد مع القاو تكون عامرة مزيانة زبدة ممكن تستعملوا زبدة عادية أو زبدة لعبار كتبقة اختيارية القليل من الملح القليل من الإبزار جز كئسان عامرين مزيانة الضقيق أي الفورس جز بيضات بحرارة المطبخ القليل من بودرة التوم والقليل من بودرة البصل والقليل من الزعيطرة اللي حمرتها من قبل أو ممكن تستعملوا الزعطر بالنسبة لطريقة تحضير أول حرة هدي ناخدو جز بيضات دينا هدي نزيدو لهم الملح والإبزار الزعيطرة بودرة التوم بودرة البصل و هدي نخلطوه بالطراب اليدوي مزيان كيف نخلطوه مزيان؟ نزيدو الزبدة دائبة و هدي نخلطوه كذلك مزيان حتى جنس جميع المقادير و من بعد نزيدو الدقيق نغربلوه دائما نغربلو الدقيق تفاديه لتكون فيه يعني شي حاجة و نبدو نخلطو مزيان و خطق صح العجين ف ما تخافوش منها هنا غدي نبدو نزيدو في الحليب و نخدموها مزيان نبقى و نزيدو الحليب شوية بشوية و احنا كنخدموه في العجين دينا حتى كترخف و ما كيبقوش عنا كويرات ديال الدقيق و كتجانس لنا الخالد من بعد ما نخدمو الخالد ديالنا ديال الكريب مزيان غادي نخليوه على الجنب يرتاح نص ساعة ساعة ممكن يعني لعندكم الوقت تخليوه ساعة للمقادة و من بعد ما يرتاح للغالد نبدو نطيبو فيه ان شاء الله هنا من بعد ما ارتاح لي الخالد غادي ناخد المقلات الخاصة بالبغرير تيفال و غادي ندهنها بطريف ديال الزبتة فكل مرة كنبغي نطيب الكريب ديالي كندهن المقلات بطريف ديال الزبتة كيف ما شفتوه من بعد غادي ناخد القليل من الخالد ديال الكريب و غادي نوزعوه على المقلات ديالي بالتساوي كيف ما شفتوه واضح في الفيديو نحاول نوزعها على المقلات ديالي كاملة حتى نعمر جميع الجوانب و ندير كوش رقيقة ما نحاول ما نديرش كوش غاله اضا و من بعد نديروها فوق البوطة على نار مهيله و نبقى نقلب حتى يتحمر لي الكريب ديالي بزيان كيف يبانو لي الجوانب ديو كي تحمره نبقى ندور في الكريب ديالي و نقلبها الى بلية دار فوق هادوك الفوقاعات تحمره فكيكون الكريب ديالنا طب كيف ما كتشوفو كنحيدو من بعد كناخد منديل كنفرشو و كنحط فوق منو الكريب ديالي واحده فوق الخراب بش يرجع لهم السهد و يترخفو الى ما بتشتديرو هاد مرحلة ممكن تديرو ما بين كل واحدة و واحدة زيف هنا كيف ما شفتو الكريب ديالي من يكمل الطياب ديالي لهم كاملين خفيف ما كيتها الرشلينة و كوش رقيقة كلا شكتلكم ديرو الكوش الخيخة بش يجيكم الكريب الخاص قدروا تديرو بهم اي معجنة تبغيتو كيف ما شفتو يعني كان نتحكمو في الكريب ديالنا كيف ما بغينا نقدروا نحشو به اي حاجة بغينا نديرو فيه اي حشوة ما كيتعجنش و كيب قطري و ما كيتهررش لنا كنتمنا الوصفة ديال الكريب اللي عدتكم اليوم ما تعجبكم متنال الوصفة الاعجاب ديالكم تبرتجوها مع الاصدقاء ديالكم ديرو لايك و ديرو سابوني اشتراك او سبسكرايب الى كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ديالي ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم كذلك و تجربوا الوصفة و تنجح معاكم ان شاء الله الى كنتوا اول مرة كذلك كتشوفوا الموقع كنتمنا تمشوا و تشوفوا كذلك الموقع ديالي في الفيسبوك كويزين ماروكان بغ صفاء او تلتحقوا بنا في لاباج كويزين ماروكان بغ صفاء كذلك و دمتم في اماني الله و حفظه اشتركوا في القناة